لكن خلونا نستهل معاكم بالتهنئة مليون مبروك لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواريد 2003 اللي توج ببطولة الجمهورية بعد ما اتعادل مع زاد بهدف مبارح على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة التمنى والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية افتتح رأفة خليل التسجيل للنادي الأهلي خلال الشوت الأول برأسية وبعدها تعادل زاد خلال الشوت الثاني بتزديدة من داخل منطقة الجزاء وبالتعادل ده أنهى الفريق فريق الأهلي 2003 الموسم متربعا على قمة وفي رصيده 59 نقطة خلي بالحضراتكم أنه كان حسم تتويجه رسميا ببطولة الجمهورية في الجولة الماضية بعد ما فاز على زاد مالك في ملعبه ومئة عقبة بهدفين مقابل هدف وحيد ويجمع أهلي 2003 نقاطه من الفوز في 17 مباراة ويتعادل في 8 مباريات والخسارة في 3 مباريات فقط خلال هذه الرحلة سجل 49 هدف مقابل 20 هدف دخلوا فيه مرمى مليون مبروك للنشئين 2003 حلو جدا برضو يا كريمي بقى عندك قاعدة نشئين كبيرة وكلمنا قبل كده مش بس 2003 في النادي الأهلي عندك كمان 2007 لما دخلوا بطولة زاد الدولية برضو حققوا الفوز يعني حققوا المركز الأول وفايزوا بهذه البطولة وكنا بنتكلم عن أهمية فكرة برضو أن انت تلعب مع أندية أوروبية مختلفة يعني في بطولات مختلفة بتقام هنا داخل مصر تحديدا بيبقى فيه أندية بتيجي أوروبية بتلعب بتنافس بتشوف طرق اللعب المختلفة بتتعود على الكرة الأوروبية بتشوف الفوارق ما بين الكرة الأوروبية والكرة بتاعتنا فكل ده أعتقد بيبقى بيز حلو جدا لبعد كده لما تبقى في الفريق الأول بس أنت في أي نادي مش رازم بس نادي الأهلي يعني البطولة لنا بتكلم عنها كانت نادي زادوا نادي الأهلي فحلو أن انت تتكلم عن ناشئين ولو ده بقى يعمم كمان على الجمهورية كلها أعتقد ده بعد كده حيرمي اللي صالح الكرة المصرية لو احنا هنتكلم بلغة المنطق شوية لو هتكلم بقى عن ناشئين انت عندك برضو قاعدة كبيرة يمكن كان فيه هقولك على حاجة أكيد القاعدة بتاعت الناشئين ممكن يكون فيها بعض المشاكل لنش بكلم عن نادي الأهلي بس في العموم الأكاديميات المختلفة برضو ممكن يبقى فيها بعض المشاكل لكن في العموم أنا لما باجي بقيم حاجة أنا بقيم بالبطولات اللي بتحصد وبقيم باللعيبة اللي بقدر أن أنا بعد كده أضفهم أو أضمهم للفريق الأول يعني فأنا بشوف أن الفترة الأخيرة تحديدا في الناشئين في النادي الأهلي وانت لو تتفق معايا لا انت عندك قاعدة كويسة جدا عندك برضو بطولات بخشها القاعدة عندنا أو السنوات المختلفة وبيقدروا أن هم يفوزوا يا كريم ففي نفس الوقت وعندك دلوقتي يا عمر مثلا سيد معاوض دمامه الأخير للفريق الأول كل دي حاجات مؤشرات خير بالمناسبة دي كلام حلو قوي بيتالعليه كتير بص أنا شفته هو بيلعب لايف بقى فأنا حكذا أقولك يعني لأ بجد ما شاء الله وملهاش علاقة أنه هو ابن حد يعني اللاعب أو غيره القصة دي على فكرة كتير لعيبة ودخلت ولادها وممكن نقول فرضت ولادها في أندها مختلفة لكن القصة لا تقاس بهذا الشكل الملعب هو المقياس الأساسي لو ابن حضرتك مش بيلعب كويس مش هيكمل عمر من الناس اللي أنا بصراحة شفته لا ولد مستقبله رائع جدا وقاله كنت سعيدة بفكرة انضمامه ليه الفريق الأول قاله الناس كانت سعيدة جدا فإحنا كده ماشيين كويس فأنا بشوف لسه عايزين شغل يا كريم لسه عايزين تركيز أكتر اهتمام أكبر لكن أنا بشوف أننا ماشيين على الطريق السريم ولو أنت حتتكلم في مصر أنا بشوف أن قاعدة الناشئين في النادي الأهلي حتى هذه اللحظة هي الأفضل ولو في حاجة أفضل تانية أقول لنا يعني وبرضو تقاس بعدد البطولات وعدد الفرق وعدد اللعيبة اللي بتمضم الفريق الأول بتاعه فإحنا أعتقد ماشيين في خطوات سليمة ومتفاقل إن شاء الله إن احنا نرجع الأجيال الأديمة أو السنوات الأديمة أنا فاكر في حلقة من الحلقات وتقريباً كان الخبر ده عندك أنت لو أنا مش غلطان يعني كنت قاعدة بتكري وبترصي كمية الجوائز اللي حصل عليها الفرق المختلفة في النادي الأهلي كرة بالطلب من الأعمار المختلفة أنا فاكر إن الخبر ده خد أطعية وقت حيل وده معنا إيه وده معنا إيه وفاهم إزاي ده معنا إيه أو فيه إشارة كافية لإيه لأن فعلاً كل الكلام اللي بتقال ده كلام مصبوط وفعلاً قاعدة الناشئين بشكل عام وفي النادي الأهلي بصفة خاصة لأ حاجة تفرح واتطمن وتخلينا واثقين إن إحنا إن شاء الله بصدد أجيال مستقبلية من اللعيبة اللي هيوصلوا لمرحلة الانضمام للفريق الأول وهم قردي عندهم ما يكتب من الخبرات أنا بتفهم معي دين وطمامة جداً